الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله تعالى تفضل علينا بنعم كثيرة وبطاعات وفقنا إليها وبأعمال حسنة أعاننا عليها ومن تلك الطاعات وتلك العبادات والحسنات أننا مكنا بفضل الله تعالى من صيام هذا الشهر المبارك فنشكر الله تعالى على هذه النعمة وعلى هذا الخير وكلكم يعرف بعد رمضان يأتي يوم فيه يفرح المؤمن بطاعة الله هو يوم عيد الفطر المبارك والعيد موسم للفرح في الطاعات والعبادات والخيرات وليس في المحرمات والمعاصي وترك الواجبات بل العيد موسم للفرح والسرور وصلة الرحم ومساعدة الفقير واليتيم والأرملة والمحتاج والمشرد والمهجر قال صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة لذلك إخواني أذكركم ونفسي في هذا اليوم العظيم المبارك بعد هذه العبادة الطويلة والعظيمة والمباركة بعد صيام رمضان أن تفرحوا بنعمة الله عليكم أن تفرحوا بطاعة الله أن تفرحوا بمساعدة المحتاج وبصلة الأرحام ولا تنسوا إخواني الأيتام يروى أن مسلما عاصيا كان مسرفا على نفسه في يوم عيد رأى في الطريق صبيا يبكي وكان يمشي حافيا قال له من أبوك؟ قال أبي فلان فعرفه وكان قد مات قبل مدة فحمله هذا المسلم العاصي حمل هذا الطفل اليتيم الذي يمشي حافيا في الطريق فأخذه إلى بيته وقال لزوجته غسليه وألبسيه وألبسيه من ثياب أولادنا ثم أخذه واشترى له نعلا أحمر اللون ففرح الصبي فرحا عظيما كباقي الأولاد في يوم العيد ولم يبقى حزينا باكيا هذا المسلم ماذا فعل؟ عمل عملا قليلا أخذ الصبي أخذ اليتيم إلى بيته غسلته زوجته ثم ألبسوه من ثياب أولادهم واشترى له هذا النعل فأدخل السرور والفرح والبهجة إلى قلبه وصار يلعب مع الصبيان فرحا مسرورا ثم هذا الإنسان المسلم العاصي لما مات رؤيا في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بشراء هذا النعل الأحمر لهذا اليتيم غفر الله تعالى له كما رؤيا في المنام يقول ذلك بهذه الحسنة العظيمة بهذه الحسنة المباركة الطيبة فبعمل صالح بعمل طيب بطاعة لله مع إخلاص النية قد يغفر لكم قد تعتق أخي من النار فلا تترك يتيما إلا وتدخل إلى قلبه الفرح في يوم العيد أو بائسا أو مشردا أو محتاجا وابدأ بأرحامك أولا فإن تصدقت على أرحامك كان الأجر مضاعفا لك ففي ذلك يكون صلة رحم وصدقه فالثواب يكون مضاعفا والثواب أكبر وأعظم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن يوم عيد الفطر أو عن يوم عيد الأضحى وهذا عيدنا فهذا العيد فيه الخيرات وفيه البركات فأقبلوا إلى طاعة الله وأحسنوا إلى زوجاتكم وأحسنوا إلى أبنائكم وكافئوهم بالإحسان بالهدايا بالوصل بالعطاء لله سبحانه وتعالى ولا تنسوا إخواني السبات على التوبة والسبات على طاعة الله كما في رمضان بعد رمضان فلا تنقلبوا بعد رمضان ولا تتركوا الطاعات ولا ترجعوا إلى المعاصي لذلك إخواني ولأننا في يوم عيد وفي يوم فرح وأنس وسرور نحن أيضا أردنا أن نكافئكم بأن تروا هذه الآثار النبوية الشريفة المباركة التي وصلتنا من بعض العائلات التي هي من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض مشايخ الطرق الصوفية في البلاد العربية والإسلامية من بعض السادة الأشراف أهل البيت وعندنا فيها الوسائق وعندنا فيها الإسناد وعندنا فيها الأدلة التي تثبت ذلك ونحن نعرف الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء لذلك أحببنا أن تروا هذه الآثار المباركة وأدلة التبرك في القرآن والحديث وفعل الأنبياء وفعل الصحابة وإجماع الأمة كثير وكثير وأكثر من أن يجمع أو يحصر في مجلس واحد فمن أدلة التبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في صحيح مسلم حلق شعره الشريف وكان معه أكثر من مئة ألف إنسان ثم صار بنفسه يوزع عليهم والحلاق يوزع وأعطى لأبي طلحة الأنصاري يوزع وأم سليم توزع وصار الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يعتني بهذا الأمر ليعم عددا كبيرا من المسلمين والشعر في العاد لا يؤكل فلماذا وزعه الرسول لا يوجد إلا هذا الجواب ليتبركوا به وليبقى بركة في الأمة ليأتي بعد الصحابة من لم يرى الرسول فيرى ما كان من الرسول فيرى هذا الشعر الشريف أو آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبرك بها لذلك إخواني لا تنسوا أن تقبلوا إلى التبرك بآثار الرسول وأن تعلموا أبناءكم على محبة الرسول وأن يزدادوا حبا بالرسول وبالصحابة الكرام وأن تتمسكوا أنتم وهم بنهج الرسول وبطريق الرسول وبشريعة الرسول وبالاقتداء برسول الله دائما في كل أحوالكم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نسأل الله تعالى أن يعيد عليكم هذا العيد بالخيرات والبركات بالصحة والعافية مع طول العمر في الطاعات ونسأله سبحانه أن يرفع البلاء والهم والغم عن الأمة المحمدية وأن يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم المسلمين إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر